السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الدورة الإلكترونية 2022-2023 أهلا وسهلا بكم رح نبدأ اليوم بليونة الأول اللسن الأول من كتاب الصفة السادس الأعدادي الملفات رح أستخدمها بالشرح هي الملزمة اللي متواجدة يمكم وعلى ضوها رح نشرح وأيضا كتاب الطالب الملون وكتاب النشاط اللي هو الكتاب التمارين حتى نشوف احنا شلون موجود بالكتاب وبالملزمة والموجودها المواضيع اللسنات الأولى دائما من كل اليونتات رح تضمن المعاني والمفردات اللي رح يحتاجها الطالب خلال هذا اليونت لأنه ممكن مثلا يكون بالإنشاء المفردات مالتا تكون بالقطع الاستيعابية الاسقاطات المعاني الفراغات التوصيلات وإلى آخره المرادفات الاملاء كلها يعني تتعلق رح تمر عليكم هذه الكلمات بأكثر مرة مثلما الفيديو اللي هو تعريفي عن الكتاب مالتكم أنه كل يونت إلى ثيم خاص وفكرة خاصة به ما رح تتشابه هو يونت الثاني الممكن القواعد يعني في فقط الأزمن اللي رح تكون تتشابه لكن باقي اليونتات كل يونت منفصل كليا عن اليونت اللي بعدها أو القبلة لأنه كل واحد إلى مفردات الخاصة كتاب الطالب الملون رح يكون على وفق هذه الصفحة قد تكون مثلا بالبداية الكتاب يعرفون كل يونت شنو بيه هذه الصفحة بكتاب ملون رح تكون على ضوء أنه نوصل هذه الكلمات أو العبارات الجمل الصفحة الموجودة بالكتاب الملون رح تكون أعدكم بصفحة ستة بالكتاب الملون رح تكون بيها جمل هذه الجمل نوصلها ويه الصور اللي تعبر عن الحال اللي مر بيه هذا الشخص فرقم واحد مثلا ويه اي رقم اثنين ويه بي وهكذا بالنسبة هذه الصفحة بالكتاب ملون تابع لللسن الأول بعدها رأسا نبدأ لللسن الثاني الكتاب الملون يكون عبارة عن صفحة وحدة الكتاب النشاط أيضا رح نتعامل بعد ما نشوف الصفحة اللي موجود عندنا بالملزمة بالملزمة أنا أخلي الصورة ما الصفحة ما الكتاب ملون بعدين أجي أترجمها وأسويها بغير اسلوب وموصل كل جملة وكل صورة وياها رح نبلش ونقراها انت تحاول ولازم تعرف للكلمات اللي موجودة بهذه الألوان مثلا لون الأحمر أو لون الأخضر هي هاي الكلمات المهمة رح تتحتاجها وتحفظها يعني تحفظها سواءم لا أو حتى فقط المعنى My toe is bleeding أصبع قدمي ينزف هذه الجملة بالبداية كل ما رح نشرحه نقول هاي جتي بلوزاري واللي ما جاي بلوزاري ما وارده بلوزاري يعني مجرد احنا نذكر ترجمة مالتها My toe is bleeding هاي الجملة جتي بلوزاري كاتبين My toe is فراغ bleeding موجودة بالبوكس الكلمات الفوق أصبع قدمي ينزف I have a very bad cold I can't stop sneezing لدي نزلت برد منشول وما أتوقف عن العطاس I've got a bad wrist رسغي معصمي يؤذيني I surprised التوى at lifting weights in the gym وأني ألعب أثقال أحمل أثقال بالصالة الرياضية إن أتأذر رسغ مالتي My shoulder كتفي Hurts يؤذي I did it playing tennis بلعب كرة التنس أيضا تأذر كتف مالتي My toe is bleeding أصبع قدمي ينزف I cut كت جرحت هي كياتي احنا نعرف الكت هي يقطع لكن هنا بالكتاب عندكم يجرح أو تيجي حتى جرح I cut it on a piece of glass on the beach نجرح في قطعة زجاج على الشاطئ I feel dizzy أشعر بدوار Dizzy دوار دوخة I need to lie down أحتاج أن أستلقي من هسة دائما كلمة تلقوم بالفراغات بسؤال الفراغات هاي اللي كلمات فوق بالأسقاطات وعندنا فراغات إذا شفتوا جملة قبل الفراغ Feel فأضمن لكم موجود لكم dizzy بالكلمات الفوق أو بمعنى آخر إذا شفتوا كلمة dizzy فوق دوره على الجملة اللي وقبل الفراغة كلمة feel أشعر بدوار I've got a pain لدي ألم in my knee في ركبتي It's really swollen وهي متورمة I twisted my uncle in thana playing football بلعب كرة القدب I've got a broken leg ساقي مكسورة I fractured Fractured تهشمت انفطرت يعني هي كسرت أيضا It in a motorbike accident انكسرت رجلي يعني ساقي في حادث دراجة نارية I need this bucket because I think I'm going to be sick أحتاج هذا السطل الدلو الإناء لأني سوف أتقي My lips شفاهي dry متابسة جافة and sore متقرحة أو ملتهمة I have a temperature لدي درجة حرارة درجة حرارتي 39 39 I've got a terrible headache لدي صدع فضيع Can I have some pain killers هل ممكن أنها حصل على مسكنات ألم I've got a sore throat بالعومي ملتهب It hurts so much that I can't swallow يؤذيني جدا بحيث لا يعني لا استطيع ما أقدر أبلع نجي على الجمل أو آخر الجملة I burned my finger on the oven احترق أصبعي في الفر هذه الجملة تجي بالوزاري دائما يشيلون كلمة pain killers اللي هي مسكنات ألم ونقدر نربطها بالهدك الصداع أو يحتاج لمسكنات ألم الدرجة الحرارة هذي جاتي بالوزاري شايلين كلمة temperature طبعا ذني إسقاطات يعني مو تحفظونت على الغاب lips dry and sore جاتي هاي بالوزاري أيضا من الجمل اللي جاتي بالوزاري جملة I twisted my uncle اللي هي هذي أيضا swollen جاتي بالوزاري وهذه دائما تجي مرة يشيلون الأنكل مرة يشيلون فهذه الجمل كلها لازم أنت تضل وتعيد بها تعيد بها إلى أن ست عندك من البديهيات حافظها يعني بالضبط تعرف هاي الكلمة وين موجودة وهي الجملة شنو المعنى مالتها شنو اللي يربطها بالكلمة الثانية يعني يعني حفاً أدلة غسبنا الطلاب تفيدهم هاي الطريقة أنه إذا لقين هاي الكلمة تجيب هاي الكلمة صحة يوم ودائما ناجحة يعني في بعض المواضيع ما نقدر سنشوف مرور وقت إن شاء الله ما ضمن لكم أنه هذه الكلمة إذا تلقاه تلقاه الكلمة أو هذا الاختيار أو إلى آخره في قسم من عدة راح أقول لكم أطمئنه هنا قسم الآخر لا أظهر لكم هذا الموضوع يحتمل بتأويلاته العموم بعد ما قرأنا الصفحة الأولى واللي أنت المفروض بالدفتر مالتك تقعد تكتب الكلمات ومعانيها وتحاول تباوبها مثلا تباوبها الصفات إلى أفعال أو أسماء أو تسويها على شكل جمل أنت لازم تلقى لك طريقة ناسبك لا تخلي واحد يملي عليها طريق يملي عليك طريق يعني ويقول لك سويه سويك أنت شنو متعود عليها طول عمرك لا تجي بالسادس تغير كل السيستم والنظام وبعدين تحس أنت ما منتمي لهذا الطبع وهذا يعني الظرف الجديد anyway على العموم كتاب النشاط خلينا نشوف كتاب النشاط لعدنا كتاب النشاط هذا التمرين رح يكون بهذا الصيغة لاحظوا عدنا هذا أول تمرين بكتاب النشاط موجود عبارة عن كلمات موجودة هذه بالبوكس والمطلوب من عدنا نوزحها على مجامع هاي المجامع جوا تريتمنت جوينت لاخري طبعا فوق هو هنا بالشرح قال إذا تريد تتعلم طريقة حتى تحفظ الكلمات بسرعة دائما نسوي المجامع يعني إذا أريد نقولي حناسة أدوات المطبخ بصفحة الغرفة المالمعيشة بصفحة غرفة النوم بصفحة البيوت بصفحة الأشجار الحدائق النباتات الفواكه يعني أنا أميزة على ضوء مجموعة وحتى أظل مركز بها المجموعة يعني لشة تتجهدك بحفظ الكلمات كلمات عشوائية فهنا جايب مثل أمثلة إذا الفواكه تكون أبل أورانجز كريب بناناز سراوباريز إلى آخر هذاني بعدين يأتي مجموعة من الأشياء المتعلقة بالصحة الإنسان وأجزاء الإنسان في علاج جوينتز أيضا تمريني البعدة رح يكون اثنين يتحاورون بيناتهم بعدها رح نشوف شلون نميز الصفة من الاسم خصة بهذه الكلمات اللي هي هارت وسور وبين وأيضا عدنا تمرين إسقاطات هذا وعدها ينتهي اللسن الأول يبدو عدكم هذا لاحظوا اللسن الثاني فإحنا رح نرجع للملزمة موالتنا اللي هي عبارة عن كتاب ملومن وكتاب طالب وهس تشوفون أرجعاني دائما أغير بالتمارين يعني بصيغتها بطريقتها خلي بيها الصور مثلا حتى شوي تكون دائما بالذاكرة الصورية مالتكم على العموم تمرين أي بكتاب نشاط صفحة 2 هذه الكلمات وهذه المفردات اللي هي عبارة عن كلمات معينة من أسماء وصفات وأفعال ونرح نوزحها جوا بي المجانع أنكل رح أنتوا ترجموني يعني مو بالضرورة إلا أنا أجي أكتب لكم كاحل وأكتب هنا مثلا رح أردها على كيفية وإنت يمك الملزمة لهذا أنا أفضل الملزمة الما محلولة حتى الطالب بعدما يكمل المحاضرة أو أثناء المحاضرة يتابع ويكتب أفضل بما تكون هي ملزمة محلولة وكاملة أنكل كاحل باندج باندج أو رباط لفاف بلد دم بونز عظام بريث يتنفس كف يسعل يقح كريم نفسه كريم أو مرهم آآ إيلبو مرفق فينت يفقد الوعي يغمى عليه هارت قلب ني ركبة مادسن دواء طبعا مادسن إلى هواي معاني ممكن طب علاج دواء بلاستر نفسه بلاستر اللاسق بلز حبوب الدواء شولدر كتف وعدنا سكن بشرة أو جلد سنيز يعطس ستمك معدة وسوالو يبلع يبتلع وعدنا آخر كلمة هي رست المعصم أو رس غليد يجوه يقول لي تعال وزع هاي الكلمات حسب المجاميع تريتمينت معالجة أو علاج جوينت مفاصل verbs أفعال و inside and outside the body داخل وخارج يعني الجسد أعضاك داخل وخارج الجسد التل مفروضها ستكتب كل الكلمات اللي هي للتريتمنت كل كلمة بلون أخضر هي تريتمنت كل كلمة بلون أحمر هي جوينت كل كلمة بلون أزرق verbs والكلمات بلون البن بسجهم أعضا داخل وخارج الجسد حاول تكتبها انت لا تخليها يتفارغة حتى تتعود على إملائها لأنه ذنين الكلمات لازم أنت تحفظ رح نشوف نهاية الفيديو الوزاريات شون يجيبون ذنين كلمات وأي حرف خطأ هي خطأ تصير بالإملاء ما يتسامحون بالأخطاء نشوف التمرين سيب كتاب النشاط صفحة 3 ذنين التمرين قلت لكم عليه اللي هي الأسقاطات bleeding ينزف خلي أترجم هنا لكم ذنين ينزف broken كسرة أو تجي مكسور هنا نحن كفعل كسر hurts يؤذي عدنا pain ألم sick يتقيأ أو يشعر بالغثيان sore متقرح أو ملتهب التهاب dizzy دوار دوخة وعدنا sneeze يعطس Have you got a cold هل أنت مريض No I always لا أنا دائما sneeze دائما أعطس when I put puffer on my food عندما أضع الفلفل على الطعام أعطس من الجمل اللي يترد بالوزارة هذه الجملة ونعتمد على كلمة puffer لكن مو دائما كل ما يجيبون نسنيز تكون كلمة puffer الفلفل موجودة فإحنا نعتمد عليها وبنفس الوقت المعاني ما تنالزم تكون قوية ورح نشوف احنا بالجمل اللي جابه وبيها سنيز ومشان موجود puffer he was sick تقيئ three times in the night ثلاث مرات في الليل I think the food أعتقد أن طعام المطعم where he ate at the restaurant where he ate wasn't very fresh لم يكن طازج يعني أنا ممكن أعتمد على كلمة food wasn't fresh الطعام لم يكن طازج فأعرف أن الشخص تقيئ وشعر بالغث يوم الجملة بعدها هذه الجملة مو بالضرورة أنا أعتمد عليها يعني she cut her hands or her hands while she was chopping vegetables جرحت يدها بينما كانت تفرم الخضروات الجملة اللي جابوها بالوزاري هي هذه it was a very deep cut كانت جرحا عميقا and it was bleeding وكان ينزف كثيرا هنا أوكي يعني هذه الجملة هي فقط اللي جابوها بالوزاري بعدها so she had to go to hospital and have it stitched stitched يعني تخيطت الجرح قطبته هاي الجملة أو هذا الفعل اللي جابوه الوزاري كفعل ماضي فهو من الأفعال اللي هي نضاف لها E و D وراح نشوفها بالأملاء أيضا ماي باك ظهري هارتز ظهري هارتز يؤذيني طول الوقت هاي الجملة من الجمل اللي بتجبل وزاري كلشو واي فنعرف ماي باك ظهري يؤذيني يؤلموني أشعر بتحسن عندما أستلقي من الجمل اللي أيضا تجبل وزاري لا تستطيع أن تلعب التنس كسرت زراحة الأيمن ممكن تعتمد على الزراحة الأيمن ممكن تعرف أنه واحد مايقدر يلعب تنس ليش شبه إيدا كسرت يعني عادي الجمل هي واضحة ما تحتاج أدلة يعني لها الدرجة هاي جملة هذي تجيب الوزاري والجملة السبعة يعني أربعة خمسة سبعة دائما تجيب الوزاري هذي الجمل فالجملة هذي مو بالضرورة يكتبولي ذهبت السباحة بالأمس هذي الجملة كلش كافية اللي هي بيها العيون عدكم بكتابكم تكون متقرحة من المواد الكيميائية في المسبح مو بالضرورة يكتبوا الكيميائيات يعني أو تعقيمات هاي بالمسبح أنا اعتمد على وجود كلمة العيون متقرحة من المواد الكيميائية أيضا هذي الجملة جابوها قائلين وخاليني هي بالكلمات اللي بالبوكس فوق فعليه أنا لازم أطلع على الجملة كاملة مو بس أحفظ هذي الكلمة لازم تجاه الكلمة أين بالضبط الألم ومنذ متى لديك فجملة أنا سميها من تشوفون وين بالضبط الألم الجملة الثمانية ما جاي بالوزاري لليوم حرفيا وهي قصة طويلة كان يوم حار ولم تأكل وتشرب شيء طوال اليوم لهذا أصبحت شاحبة أنت فعل أنا أركز على الفعل فعل اللي هو الماضي ما المنو ما الفيل وقبل شوية قلنا من نشوف فيل لازم نلقي الجملة أو الكلمة ديزي اللي هي تكمل معنا هذي الجملة فشعرت بالدوار ديورين ذا لسن خلال الدرس الهنا انتهى اللسن الأول اللحظة بذلك رح نبدأ باللسن المحاضرة اللي بعدها مثلا لكن خلي نشوف شينو عدنا من إضافات بهذا اللسن يعني اللسن اللي متعلق بالمعاني قبل كل شي عدكم لسن تسعة رح يكون مراجعة لليونت أنا منعاتي أكمل اللسن كامل يعني هس أنا اكتفي بهذا المفروض بعدين من رح نوصل لسن تسعة رح نلقى تمارين متعلقة بهذا اللسن فهو في وقتها انت كمدرسة وها يحتاج انه ورا فترة تجي تراجع المفروض أنا لأ رح اروح اللسن تسعة نحل التمرين الموجود على هذا الموضوع فيكم منعاتنا اللسن ونروح للورقة الخارجية نشوف ورقة مع الدفتر ونكتب بها بعض الملاحظات وأيضا عدنا شونا تفرق بين pain sore وheart هذا هو اللسن تسعة بتمارين التمرين B والتمرين C هم رح يتعلقون باللسن الأول رح حلوم ونرجع قلت لكم نشرح بعض الملاحظات على هذا اللسن ونحل أسئلة وزارية التمرين B سمي اذكر ثلاث مفاصل في الزراع من هاي الثلاث مفاصل هما الرست 18 هو الحرف الأول المرفق هذا من اللسن الأول لنحن نحن 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 لنحن موجودة جوين وعدنا الكتب اذكر مفصلين في الساق اللي هما الني الركبة والأنكل الكاحل اذكر شيئين يغطون الجرح هما بلاستر اللي هو اللاسق وعدنا البندج اللي هو اللفاف أو الرباط من ذول كلهم من اللسن الأول من المجامع اللي شفناها التمرين البعد رح يكون إسقاطات درجة حرارة حبوب دواء كريم كريم مرهم يفقد الوعي سنيز يعطس سرات بلعوم كفز يسعل يقح وعدنا سكن جلد الجمع البسيطة ومو صعبة يعني ما راح تشوفون بها معاناة فأول وحدة I feel dizzy أشعر بدوار طبعا هذا التمرين هو يجي بلوزاري I feel dizzy أشعر بدوار سوف أعتقد أنني سوف faint يغمى علي سوف أفقد الوعي I think I'm going to faint I can't swallow لا أستطيع أن أبلع I have a sore throat بالعومي ملتهب and a temperature ودرجة حرارتي 39 بين من 39 You have to take two of these three times a day أنا أسميها الجملة جملة اثنين بثلاثة صح أنه بالوزاري غير بها لكن تحتفظ على نفس المعالم بالجملة يعني لح تبقي بعدنا two مو بضرورة تكون ثلاثة ثنيا ثلاثة مرات باليوم منهم البلز You have to take two of these pills three times a day On my legs is very dry على ساقي فتشي جاف شن هو The skin The skin on my legs is very dry الجلد على ساقي جاف جدا So I have to put this cream لهذا لازم أضع من هذا الكريم every day We often say bless you نعادة نقول bless you بوركت يرحمكم الله للشخص اللي اسنيزز للشخص الذي يعطس but we don't say it لا نقولها if someone cuffs إذا شخص يسعل أو يقح تهى اللسن الأول رسميا كتمارين ومفردات تعاملنا لها خلي نشوف شنو الإضافات اللي ممكن نضيفها لليونت هذا أو اللسن وشنو ممكن نشتونتج الأسئلة للوزارية يعني فد مناقشة بسيطة وبعدها يكمل عندنا الفيديو ويكون الدرس بفهوم إن شاء الله المفاصل ستكون موجودة بجزءين بالجسم بالأرم اللي هو الذراع وبالليق اللي هو الساق بالذراع لدينا ثلاث هما الرسغ الرسغ الألبو المرفق والشولدر الكتف بالليق بالساق لدينا الثنين اللي هما الني الرقبة وعندنا الكاحل ذنني لازم تحفظوهن يعني وتحفظوهن كل الكلمات اللي داخل هالمربع يعني حتى كلمة جوينت لازم أنت حافظها إملاءها الارم الليق المفاصل دولار خمسة لازم تحفظهم إملاء ليش شون يجون بالوزار يجون بهذه الطرق يعني ممكن يكتب لي جوينت مفصل بالذراع وأني لازم أجي أكتب لما هو يعني يقول لي بس أكتب مفصل بالذراع ممكن أنت تكتب ريست صحيح تعتبر ممكن تكتب أيضا تعتبر صحيح ممكن تكتب شولدر أيضا تعتبر صحيح يعني من حقك تكتب أي مفصل طالما ما محدد لكن إذا أجأ وحدد الحرف مثلا لازم تكتب ريست ما بها مجال يعني ما منوع تستخدم أي مفصل ثاني حتى وين كان صح الإملاء مالكين ممكن يجيب بطريقة جوينت إلبو يعني نطاني جوينت قال لي مفصل ونطاني إلى مثال يكتب لي تريتمينت أنت لازم تعرف معنى تريتمينت شنو تريتمينت معالجة فهنا بهالحالة كأنما يقل ينطيني وحده من الكلمات اللي جاية بخانة تريتمينت فممكن تكتب بلز مدسن كريم أي واحد من هذ اللي هسه مرة تعلينا مجامع اللهم إلا إذا حدد لي حرف مثلا P فالحالة راح أنا يستخدم بلز وهكذا ممكن يعكس يقول لي إلبو هو شنو هو جاينت يعني كأنما من شان يقول لي ما يفصل ويضطين واحد من عدهم قال يريد واحد من المجموعة هسه قال لي عندي إلبو هو شنو يعتبر يعتبر مجموعة الجاينت البيلز من تعتبر راح أنا أجي أقول لازم هذي تريتمنت تريتمنت اللي هي معالجة وعليه مثل ما قلت لكم لازم تنحفظ كلمات اللسن الأول بدقة شديدة وما يسير بها مجال للخطأ اللي يريد درجة كاملة ما يفقد حرف E و A وإلى آخر ممكن أنه تبدل الشغلات اللي نستفاد من اللسن الأول يعني هاي الكلمات مثل ما لاحظتوا باللسن الأول من قرنا واحد منهم قال ركوب متورمة وواحد قال لا أستطيع نهبلع فذني لأن نغمتهم وشكلهم يشابه تقريبا فممكن يعني يجتي بالوزارة مو ممكن هذا يجتي إحنا نوعا ما لازم نعرف أنه صفة و هو فعل هذا هاي عدنا فلأنه عدنا بالجملة اللي كانت موجدة كانت إذا موجدة كانت فبحيث لا أستطيع أن أبلع أختار أما إذا جاب لي مثلا أو ما موجود كانت فهم ما أكيد يعني هالجملة ما رح يصير بها تلاعب أكثر من هذا فرح نختار باعتبار أنه ما عندي صفة كانت وصفة لا مترام فالكانت تأخذ بعدها فعل مجرد وصواله هو الفعل فدليلنا أنه كانت تأخذ وذا ما موجدة كانت رح نأخذ ايضا من الكلمات المتشابهات جوين جوين إن شاء الله رح نأخذها باليونت الثاني اللي هي ينظم ينتمي وجوينت اللي هي مفصل هذي فلأنه الشكلهم يشابه والنغمة إذا لقينا أي واحد من المفاصل الخمسة الفوق يعني تلقون elbow shoulder أي واحد فاختاروا جوينت ما لقيتوا مفصل فمن بين هي رح تختارون جوينت سبرييند وتويستد هذي بالمدرسة يستخدموها للأمانة اللي اليوم ما جاتي بلوزاري لكن سبرييند التوا وتويستد انثنا إذا شفتوا مفصل بالذراع يعني جاهب لطاري رست وممكن خلي نقول البو بس هو الجملة اللي موجودة بالصفحة الأولى يقول إذا تشوفوها فوق هستتروحون للملزمة تلقون سبرييند الرست فنربط الذراع بالسبرييند التوا أما إذا جاب لي شوفوا الجملة هالما الكرة القدم يقول فإذا جاب لي مفصل بالساق رح نختار توستد عدنا صورو بين هرتو بين مثلا دول شو رح أختار هم مثلا شنو اللي موجود بالجملة يخليني أختارها نرجع للكتاب النشاط موجود بها الملاحظات نشرح بشي بسيط وبعدين نرجع لهنا عدنا هذا كتاب النشاط موجود هنا عدنا ملاحظة خلي أوضح هذي يقول من السهل أن تتعرف على الكلمة طالما أنت تعرفها هل هي فعل أو اسم أو صفة فهنا لازم قدنا بذات الفيديو أنه لازم تعرف الكلمات وتجمح من ضمن مجموعة معينة بيئة معينة من موضوع معين حتى تسيطر عليها وتحفظها تحفظ تعال كون حذر من هاي الكلمات ولازم تعرف بالضبط اللي هما منه هرت اللي هي يؤذي سور اللي هي متقرح ملتاب وبين اللي هو الألم إذا لاحظتم من ترجمة العربي يؤذي هو فعل متقرح هي صفة وعدكم بين ألم هي اسم فهرت هو فعل يعني هذا من الأفعال الشاذة اللي هو ماضي هو تصريف هو كل يبقى هرت ظهري يؤذيني اليوم طبعا لأنه الفعل مفرد فيخلي أس الشخص الثالث إلي أيضا لما تستخدم الماضي قال هرت والفعل نفسه بالماضي وبالمظاهرة أقدامي تؤذيني اليوم فكل الأحوال هو يستخدم شكل واحد ما عدا إذا كان الفاعل مفرد يقول مفرد الفيت تجمع فأخذت فعل مجرد وهذه أمور متعلقة من المظاهرة البسيط إن شاء لنأخذها بالأيام الجاية والذون البرحة إذن الكلمة هرت هي فعل سور هي صفة لاحظوا سور دائما يجي قبلها إذ آر آم وازو ليش يعني الصفات لازم تسبق بالفعل اللي هو إذ وآر آم وازو وإشتقاقات الأخرى بين وبين لاحظوا هو يغير بالواز والواز والإذ الصور هي صفة كلمة بين هي اسم إذا كانت بصيغة المفرد تجي يعني هي ممكن نقول آلام فإذا كانت الصيغة المفرد لازم يسبق قبلها أو ينخلي قبلها اللي هي أدوات التنكير لدي ألم في معدتي هل أخذت أي علاج مدكيشن علاج فور ذا هذي الجملة جتب الوزاري شايلين كلمة مدكيشن هذي كلمة شالت وعليه الكتاب من الطول للطول من فوق لجو من اليسر اللي من تابع كلمات وتندل لأن بأي لحظة يجيبون من عنده إسقاطات يعني يجي واحد يقول مثلا ها بكتاب النشاطي مجرد ملاحظات ما راح هتم له لا هاي الجملة جتب الوزاري حرفيا كانت من هل تأخذ أي فراغ لأي علاج للألم أخذت بعض مسكنات الألم منذ ساعة هل لدي ألم في أي مكان آخر هذي الكلمات شون رح نختار رح نقلنا عدنا فعل وعدنا اسم وعدنا صفة رح نشوف هنا بشكل بسيط يعني هنا عدنا صور صفة هذي صفة والصفة يكون قبلها is are was aware مبدئيا يعني بهذا اللسن علقت ذول الكلمات فأنت إذا تشوف قبل الفراغ وحدة من ذلك الكلمات اختار لهم صور هاي ببساطة شديدة ما لقيتهم اختار pain ليش لأنه أكيد رح تلقى ذا قبل pain أو تلقى a اللي هما أدوات التعريف والتنكير اللي سبقون الأسماء فإذا فإذا عندك a أو they اللي يجور هم اسم فهي pain اسم ما لقيت a و they وتلقى is or am رح تأخذ الصفة اللي هي تأخذ قبلها is or am was or or او حتى am بس ما أقول أني مؤلم إذا كان عندنا heart pain أو ممكن sorrow heart طبعا لا وجود للا a وال they ولا وجود لل is are am was where ذولة إذا ما موجودين فإختار لها sorry اختار لها heart يؤذي لأن هذا فعل ما يحتاج is or am قبله ولا يحتاج أدوات التعريف والتنكير أدوات التعريف والتنكير ويالأسماء ال is وال am وال was where يجون ويالصفات طبعا يجون يفعال مو ما يجون لكن يكون فعلا آيان جي هذا مو شغل ناس فإنت على الذن إذا جدتك بالمدرسة حاول تشوف بالضبط شكو قبل الأقواس a the ويال pain is are was where ويال sore ما موجودين أخذ heart وخطيتك به الركبة هاي الهنا يعتبر اللسن عندنا انتهى رسميا نروح لنهاية اليونت جامع لكم بعض المفردات اللي هي للمعاني الأسقاطات وأيضا الإملاء اللي من اللسن الأول طبعا أكون موجود كلمات بعد رح تكون باللسن 2 3 وإلى آخر كل اليونت كإملاء وأسقاطات أنا رح نبهك على بعض الكلمات حتى بس تاخذ الاستهلمات إحنا نهاية اليونت نجي نحل لكلهم يعني هس ما رح أحل آني كل شي موجود نهاية اليونت نهاية اليونت خل نروح له يبدأ عندنا من صف 71 المعاني والمفردات اللي جامع آني من الوزاري يعني هذا الجهد اللي أبذله أروح أدور بكل الأسئلة الوزارية شاكو كلمة كإسقاطات جتة مليونت أول شاكو كلمة جتة مليونت ثاني وإلى آخر شاكو مثلا قواعد موضوع معين أجمع من كل السنين والأدوار المختلفة وأجي أخليهم وسوهم بصيغة محاكاة أنه شون تجي بلوزارية يعني هو التمرين ما رح يجي كل مليونت أول هالأسقاطات بس أنا جمعت حتى تصير عندك هذا الإحساس وأن تعرف بالضبط الكلمات شون تكون موضوع أو شكل ه فهس قبل شي أخذنا باللسن تويستد هذي تويستد كانت انثنى وهذه الجملة مالتها هاي ما مال أيضا صور مرت علينا وهي عيوني متقرحة من المواد الكيميائية ذن الكلمات بعد ما ماخذين احنا يعني ما مارات علينا بالليونت نشوف غير هن مر علينا سنيز يعطس اللي هي when I put pepper on my food I always سنيز بلز حبوب دواء اللي هي ثنيا بالثلاثة you have to take two of these pills three times a day temperature درجة الحرارة تكون وية 39 أيضا اللي هي بالعومي متقرح و درجة حرارة 39 مسكنات الألم يجون ويا الصداع اللي موجودة باللسن الأول بالورقة الأولى الملونة فممكن أحصل على مسكنات ألم نشوف مثلا غير كلمات عندنا دوار دوخل اللي هي I feel أشعر دوار طبعا ها ي موس بيدنج ها يتصير هرت من هس يصلحوها فهنا يقول مايباك ظهري هرت يؤذيني طول الوقت هرت يعني هرت هات 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 عندنا آنكل الكاحل I twisted انثنا كاحلي بلعب كرة القدم نشوف غير مجموعة صور متقرح اللي هي my eyes are sore from the chemicals موادي الكيميائية هرت يؤذيني my back ظهري يؤذيني طول الوقت skin الجلد the skin on my legs is very dry الجلد على ساقي جاف جدا ونشوف بعد آخر واحدة ونروح للإملاء هاي مجرد تطلعون عليها الطلاع يعني نحلها فيديو مختص خاص بهذه نهاية اليونت نسميه تشطيب اليونت بين قوسين صور متقرح وهي my throat بلعومي صور لأن I can't swallow faint يفقد الوعي اللي هي I feel dizzy أشعر بدوار سوف يغمى علي أفقد الوعي عندنا broken she can't play tennis لا يمكن أن تلعب تنس لأن كسرت her right arm ذراحة الأيمن وعدنا الصور أيضا من جديد اللي هي I have a sore throat بلعومي متقرح نشوف الإملاء ونختم الفيديو بالنسبة للإملاء يجيب بهذه الطرق يعني ممكن مثلا معاني اختيارات هذه اللي قلت لكم جابوا لي swallow و swollen لأن موجودة can't فنختار swallow ليبتلع هنا يخدمك المعنى الأنكل له يؤذيني يقول لي my uncle لو my elbow hurts يؤذيني ليش أو منه منهم يؤذيني I can't walk هذا دليل على المش يعني أنه راح أختار أنكل ليش لا أستطيع المش معناتها أنا الكاح لا تؤذيني الرست لو ني هو مفصل بالساق أكيد هو الني نيجي لي المفردات اللي متعلقة باللسن الأول هذه ذني بعدنا ما ما أخذي هنا يعني ما ندخل نبس بها راح نبدي مثلا joint in the arm rest رصد عدكم مثلا هذي joint in the leg منطيني الكي knee elbow joint in an arm يقول ال elbow هو مفصل في الذراع فراغ هو مفصل في الساق تكتب أي واحد من الاثنين اللي هما يا أما ankle يا أما knee ممكن مثلا ناخذ غيرها joint in the arm as shoulder elbow ankle هذي باعو كريم هو medicine الكريم هو دواء علاج يعني هو هنا ممكن ما استخدم treatment استخدم medicine ankle يعتبر joint فاتجون تكتبو joint elbow بينه نشوف بس عندنا ما اللي هي الرست أو inside the body خليش هذي inside the body المجامع اللي أخذناها باللسن الأول للورقة الأولى لما يقول داخل الجسد فمنطيني ال H وال T heart قلب أيضا بعد وحدة ذكرها هذه inside the body stomach معدة وبالباقي هذي المدة تشوفو إنه يطوني الحرف الأول ممكن ممكن ما ينطوني الحرف الأول بس يقولون joint in the arm بهالحالة انتهى عندي اللسن الأول كامل بشكل رسمي أتمنى وفقد بشرحة إذا عادكم أي أسئلة تقدرون تراسلون المعرف اللي موجود بقناة التليجرام تحاولون تكتبون ملاحظاتكم الخاصة بكم بالدفتر ممكن تكتبها على الملزمة تحل تراقب تتابع مو أنه هذا المادة سهلة واني رح أجل ها وإلى آخر الإنجليزي مادة تغدر بلحظة معينة تلقى نفسك كل شي ناسي إرادة متابعة وتواصل ومستمر إياها فأتمنى أنه تصير ملتصغ بكتابك ويقوم وظل تقرأ وتكتب الكلمات بالذات قواعد بعدين رح تشوفها مجرد خطوات تذكرها في أي وقت أنت لغدرك المعاني والكلمات أتمنى مرة ثانية وفقت بشرح المحاضرة إن شاء الله استفاديته السلام عليكم